فيفري 2024 قدمت ملف الترشحة رسمياً كان المنتخب الجزائري في إطار البحث عن مدرب جديد خلفة لجمال بالماضي وتحدثت لتحادية الجزائرية أو اللجنة التي تم تنصيبها من أجل دراسة الملفات عن وصول 20 سيرة داتية لمدربين وتحدثت كانت هناك أسماء كثيرة تم الكلام عنها كيروش، إيرفيرونار تحدثوا حتى عن زين الدين زيدان نعم، صحيح ولا أحد أتى على ذكر نور الدين ذكري رغم أنك كنت جريئاً وحتى في التلفزيون أعتقد معي في البرنابج قلت لي قادة أنا قدمت ملفي أو غداً سوف الممثل انتعي سيذهب إلى الاتحادية ويضع الملف والسيرة الداتية وغير وغير ماذا حدث بعدها؟ لماذا لم نسمع باسم المرشح؟ نور الدين زكري لتدريب المنتخب الوطني شوف أولاً أنا الفكرة أنا سبق لي وعرضت خدماتي في 2011 على المنتخب الجزائري 2010 أو 2011 لما كنت في فاقستيف عرضت خدماتي وروحت القناة من القنوات الفضائية وقلت أنا مستعد ولو تعطوني المنتخب أنا نجيب لكم ألقاب لأن المدرب دائماً يؤمن بالزاد البشري فهناك زاد بشري مهم جداً بإمكاني الاستثمار فيه وبإمكاني الوصول بذلك الزاد البشري وهذا أثبت في تاريخي الكروي وفي تجاربي كلهم أثبت أنه أي زاد بشري ألقاه قدامي أستطيع أنني أصل لأهدافي بذلك الزاد البشري والمنتخب الوطني الجزائري الحمد لله اللاعب على مستوى اللاعبين موجودين وبالأخص لما رحنا لبر البلد وجبنا لاعبين محترفين يلعبوا في دوريات مهمة وفي دوريات كبيرة إذن المنتخب الجزائري على مستوى اللاعبين ليس هناك أي شيء وبعض المسؤولين وبعض الناس المقربين مني جداً اللي يحبوني في هذه البلاد هذه قالوا لي هذا وقتك يا سيزكري لازم تقدم ترشحك واكدوا لي أنه الترشح انتاعك هذه المرة بإذن الله سيكون لاختيارهم رح يروحوا على مدرب وما في مدرب أفضل منك يملك هذه الشهادة آه تلقي ضمانات يعني نعم نعم تستطيع أن تسمي هؤلاء لا 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 يمكن بصح هؤلاء لهم علاقة بكرة القدم فيهم اللي فيهم لهم علاقة بكرة القدم وفيهم اللي ما عندوش علاقة بكرة القدم ولكن يعرفوا المطبخ من الداخل يعرفوا الكرة الجزائرية يعرفوا الإحتياجات المنتخب أنا المطبخ ولديك ما نعرفش هذا الأمور هذا أنتم عايشين هنا وتعرفوا بصح قالوا لك يا كوتش زكري تقدم ولا تخف أنت نعم وبالتالي إحنا إحنا الملف هذا جا من الخارج وجا من شركة وكلاء وفيها جزائريين هذه شركة الوكلاء وفيها جزائريين والملف جا من الخارج وحنا تنبأنا هذه الشركة والجماعات وتنبهوا أننا لو لو الملف حنحطوه يعني من يد اليد لو ربما يهمشونه وبعدين يقول لك ما عطيتني شفهمتني لكن احنا رسلنا الملف الشركة هذه رسلت الملف مع وصل الاستلام وهذا وصل الاستلام يا سيدي هذه الاتحادية مكتوبة هنا واللي استلم هذا مكتوب هنا أنا لم أكتفي بهذا فقط أنا اتصلت بي أنا تربطني بعلاقة جيدة مع رئيس الاتحاد الجزائري لما كنا في سطيف وليد وليد صادق أنا اتصلت به وقلت له يعني حبيت منك توضيحات شخصية يعني أخه صديق لصديق كيف يتم يعني تهميشي بهذا الكيفية وكيف يقوله أنه ما كان حتى مدرب جزائري قدم ملفه قدم ملفه واسمه وهذا يا سيدي قال لي أنا ملفك ما وصلني شي قال لي أنا ملفك ما شتوش وموصلني شي رئيس الاتحاد الجزائري نعم رئيس الاتحاد الجزائري كورة القدم يقول لما وصلني شي الملف الملف انتاك تتهم اللجنة ما وصلني شي يا سيذكر لا لا أنا لا أتهم أحد أنا قاد نحكي لك واصرة ومن بعد أنت تتهم الناس تتهم لأنه كان لجنة كانت مكلفة بتسلم ملفت المهم أنا رسلت هذا الوصل الاستلام رسلته لواليد صادي وليد صادي قال لي سأفتح تحقيق في هذا الموضوع من هذا الوقت نفتح تحقيق إلى يومنا هذا لم أتلقى أي جواب لم تعيد الاتصال به لا لا لم أعد التصال به لم تعد الاتصال ولست بحاجة إلا أن يتصل بي الآن ولست بحاجة الآن لمعرفة الحقيقة لست بحاجة لمعرفة الحقيقة المهم كل ما يهمه في الأمر أنه نوردين زكري قدم نفسه في الوقت لخدمة وطنه وانتوا حاوزتوه مرة وحدة أخرى فأنتوا تتحملوا مسؤوليتكم مسؤوليتكم التاريخة أمام البلاد وامام الله عز وجل هذا ما كان فبإمكانكم تقولوا موجود زكري ولكن طرح اختيارنا راح لي اختيار هذا والمعايير اللي كانت عندهم وهذه آخر نصيحة نقدمها لأن من هنا وصاعدا من يشرح نقدم النصايح للمنتخب ولا نقول يعني أنا كنت نتكلم في 2019 هم يفرحوا كلهم نقلت لهم منتخبنا هش ولازم نبني منتخب صحيح وبعد حدث اللي حدث النكسات وراء بعض والفريق دخل في نفق مظلم ولا أدري متى سنطلع من هذا النفق لا أدري متى سنطلع ولست هنا لإعطاء النصايح كيف نخرج من هذا النفق المظلم فهم يتحملوا مسؤوليتم كان من بين الشروط أنه يكون مدرب يعرف القرارة الإفريقية فأخفقوا هنا كان من بين الشروط أنه يعرف لغة اللاعبين وللأسف لغة اللاعبين هي لغة الاستعمار هو ما يعرف هاش حتى اللغة تعه ما يتكلم هاش يتكلم إيطاليا ومكسر لأنني أنا إيطالي أنا عارف وشنا يقول وأسمع وشنا يقول فهمتني إذن كل هذه الأشياء ما هيش متوفرة على أي يعني عطيني معطيات اللي خلتك تجيب هذا المدرب للمنتخب في هذا في هذا الوقت العصيب وفي هذا الوقت لأنه الهروب لمدرب أجنبي ومحق كل ما هو جزائري هذا يعني أنا أقول لك صراحة سلمت الملف باعت الملف عن طريق شركة مختصة وعندك وصل الاستلام نعود ونرفض وصل الاستلام من فضلك سيد زكري فضل معليش غرف دوغن التايا باش الكاميرا حكت هذا وصل الاستلام الذي أرسله الكوتش زكري يعني إلى اللجنة إلى الاتحاد الجزائري نعم إلى المديرية الفنية مديرية الفنية واسم المدير الفني مكتوب في هذا الوصل ثم ومع ذلك قمت بخطوة واتصلت بالسيد صادي بناء على علاقة قديمة نعم وقال بأنه لم يستلم ملفك لأنه تعرف بأنه اللجنة التي كل فتوة كان فيها من فيها معروفين ربح سعدان محمد معوش كان فيها أسماء قالوا بأن الكلمة الفصلة هي لواليد صادي في نهاية المطاف هم يقترحون الأسماء يرشحون يعني ويتسلمون الملفات ولكن وليد صادي ينفي بأنه تلقى ملفك ووعدك بفتح تحقيق نعم وهذا ما لم يحدث فأنت تقول حتى يفهم المشاهد للمرة الثانية سيد ذكري يحمل المسؤولية لهؤلاء أنهم يستبعدونك بشكل متعمد وتحملهم المسؤولية أمام الله وأمام التاريخ نعم هذه هي يلخصتها بطريقة وضحة وضوح الشمس عندما هم أحرار عندما الشهد يعني كان الملف أيها اخفاء الملف يضر يضر بالجزائر ويضر ببيع بناء الجزيرة إخفاء الملف بشكل مقصود لا مقصود الله أعلم إذا ما نقولش مقصود من الجميع بلك إهمال ممكن إهمال أنا ما نقولش أنا ما ندخلش في النواية أنا ما نديش سيئات السيئات ما يش لي أنا أنا روح نخدم في السعودية بش ندي الحسنات أنا كل عطلة نمشي لمدينة ولا نمشي لمكا إسمك يعني مطرحا بقوة هو كان إيرفيرونار وكيروش يعني للأمانة سيد ذكري كيروش قال بأن أنه لا يريد تجربة إيرفيرونار مرتبط بمنتخب فرنسا لسيدات يعني حتى في الأسماء المتداولة في تلك الفترة لم يأتي أحد على ذكر نور الدين ذكري وهناك من حتى تعجب من أنك طرحت ملفك وسط هذه الأسماء أنت صحفي كبير وليك مصدقية كبيرة وبرنامجك له مصدقية كبيرة أكثر أنني تحدثت في برنامجك وعلى المباشرة أنني سأضع ملفي يكفي هذا وصل للناس كل وصل لكل المسؤولين هذا الكلام شكرا للمشاهدة